اهلا بحضراتك وفي اخر فقراتنا النهاردة في المحترف فقرة الخميس مع المتميز وخبير الكرة العالمية ومحل الكرة الاوروبية نجمنا محمد الباز محمد مساء الخير عليك مساء الخير مساء الخير نور حضرتك طبعا اكيد اتكلم على محمد صلاح وانتكلم على الجائزة الكبيرة اللي فاز بيها النهاردة كافضل لعب في البرميال ليج لكن خليني اكلمك على دوري الامم الاوروبية بطولة قوية جدا بتقام مباريات على اعلى مستوى ودايما انت بتطلع لنا حاجات برا الصندوق ايه اهم مميزات اللي انت شفتها على المستوى التكتيكي والمستوى الفني في البطولة يعني احنا دلوقتي في الجولة التالتة اللي شفته افضل شيء فيه على المستوى التكتيكي والفني في هذه البطولة صحيح بطولة طبعا مهمة جدا بطولة اصبحت نارية وشارسة جدا منافسة قوية جدا فيها ابرزهم طبعا مجموعتين ناريتين هنتكلم عليهم ابرز شيء تكتيكي شفنا هو التحركات من غير كورة الموفمينت اوف بول هو الشيء اللافت لانتباه بيورينا ازاي الناس بتعمله بالادراك الوعي للتحركات يعني مش تحرك اجري وخلاص لا فيه زكاء فيه تحرك مع الكورة ومع تحركات المدافعين سواء مدافعين الخصم او حتى المهاجمين اللي بيزيدوا مع المهاجم اللي بتحرك او الاجنحة اللي بتحرك من غير كورة دايما احنا برضو يا محمد دايما في الكورة مسرية بيقولك التحرك من غير كورة كان عندنا ازمة ويمكن ده بيجي من يعني قطعات النشئين التحرك من غير كورة ده اتحقق ازاي من خلال دور الامم الاوروبية اتحقق معنا فيه ابرز مجموعتين المجموعة النارية طبعا اللي فيها المانيا وانجلترا وإيطاليا ومعهم المجر والمجموعة التانية اللي فيها هولندا وبولندا وطبعا بلجيكا هنتكلم النهاردة مثلا نبدأ بالمجموعة الاولى بهدف المانيا في انجلترا كانت يعني تحركات واضحة جدا بداياتها كانت من كيميش في الهدف بتاع المانيا في انجلترا كيميش طبعا نزله هنا كاي هاورتز كاي هاورتز كابتن هاني رقم 7 ده طبعا احنا عارفين هو رأس الحربة او الجناح او المهاجم الصريح لمنتخب ألمانيا كاي هاورتز تحرك ونزل علشان يفتح زاوية تمرير لكيميش كيميش طبعا لعيب ارتكاز هنتكلم عنه نهاردة صحيح قبل برضو ما تكمل كلامك اللقطة اللي احنا شايفينها دي استلام رأس الحربة دايما نتكلم ما بين الخطوط يعني ما بين خط الدفاع اللي هو دوت وما بين خط النص اللي هو ده فبيستلم في المساحة اللي ما بين الخطوط صحيح التحركات في الهاف سبيسس او ما بين الخطوط دي مهم جدا دي شفناها في الهدف الاول لمنتخب ألمانيا كيميش هنا لاب الكرة لكاي هاورتز يعني احنا هنكمل ونشوف كيميش راح فين تحرك فين هاورتز راح فين بعد كده شوفنا طبعا هوفمان هوفمان هنوف هنا ده هوفمان يا كابتن هاني هوفمان ده أصلا بيلعب جناح صحيح بيلعب أصلا باك يمين وبيزيد كجناح وجود هوفمان وتحركاته ان هو يدخل في العمك بالشكل دوت عشان يكسب مساحة ليه يفتح مساحة ليه زميله دي الحركة التكتيكية اللي شوفناها النهار مع منتخب ألمانيا في دور الأمم بيه بشكل رائع جدا كيميش باص الكورة لكاي هاورتز بعد كده كاي هاورتز بدأ ان هو يتحرك نزل هوفمان بالشكل اللي احنا شايفينه طبعا مع التحركات اللي احنا شايفينها موفم اوف بول زي ما شوفنا مولر تحرك خش في العمك شوفنا كاي هاورتز خرج وخد اتنين معاه طبعا فتح الزوايا التمرير لهوفمان هوفمان استلم الكورة وبدأ ان هو طبعا عادل وشه طبعا احنا برضه عشان نفهم استادة المشاهدين الحاجات ده ده تقريبا جزء من الثانية نتكلم كل التحركات ده في جزء من الثانية ان هووفمان هو اللي احرز الهدف ازاي خلق لنفسه مساحة ازاي استلم وازاي كيميش وصل طبعا هو سد التزديد قوية جدا طبعا واحرز الهدف الاول لمنتخب الماني وده بيقولنا ان التحركات مش بس تحركات يعني عشوائية لا التحركات مدروسة يعني شوفنا الباك اليمين او الجناح اللي هو هووفمان وجوده كان فين في العمك شوفنا كاي هاورس المفروض يكون هو متواجد في العمك هو اللي نزل وهو استلم وفتح زاوي التمرير لكيميش اللي هو الارتكاز شوفنا الدينماكية اللي بتحصل ما بين كل الخطوط البوزيشنز دلوقتي ما بقيتش ثابتة دلوقتي ما بقيتش تمركزية فيه لها مركزية بشكل كبير جدا في التحركات من غير كورة ده الهدف الاول لمنتخب المانيا هنبص طبعا على الهدف العالمي اللي ليفا ليفاندوسكي مع بولندا وهنجيب الهدف من اوله ونشوف التحركات بدأت من هنا من رمية تماس بدأت تحرك احنا عايزين نبص على ليفاندوسكي فين ليفاندوسكي هنا مع خط الدفاع وقافل بشكل كويس جدا عايزين نشوفها كابتن هاني الخصم هنا شوف دفاع الظهر زليسكي طبعا هو اللي معه الكورة اه طبعا زليسكي رقم 20 ده معه الكورة هو اللي كمل ودخل على بخط طبعا عرضي علشان يباص الكورة لأقرب زميله هنا على خط التمنتاشر احنا كل ما يهمنا هنا كابتن هاني هو ليفاندوسكي يعنينا عابدوسكي وتحركات الصورة اللي فاتت كان تقريبا على الحرف ولكن دلوقتي دخل في العمق الى حد كبير احنا كمان لو رجعنا بصين للصورة هنرجع نبص عليها كنا شوفنا المدافع كابتن هاني في ظهره يعني لازل فيه ما سابوش اللي حصل في الفيمتو ساكن دوت هو ازاي ليفاندوسكي بالادراك الوعي لحركات وخطوات بطيئة وهدية جدا بتتماشى مع سرعة الكورة وسرعة زميله اللي ماشي معاه على نفس الخط على نفس اللاين يعني احنا شوفنا الكورة هنا كابتن هاني بص ضرب الوف سايد شايف اخر واحد فين بتحرك بهدوء يعني بعد ما كان يعني خلينا المدافع في ظهره جزء من الثانية جزء من الثانية مع تحرك بسيط صحيح مع ادراكه لخط التسلل فين بدأ يخلق هذه الصورة بنكلم ده ممسوك من السردباك ممسوك معندوش خواه يعني الراجل صحيح عنده مشكلة الصورة الثانية اللي بعدها زيت خلص ودخل للعمق شايف خط الوف سايد وفي نفس الوقت في ظهر المدافع بالزبط التحرك ليس عشوائي التحرك مدروس بكل ثانية في متو ساكند حصل كل الكلام ده واتضرب طبعا المدافع خلاص خد خطوات يعني احنا يعني ما حدش توقع ان ليفندوسكي او ليفندوسكي هو اللي هيجيله الكرة لا هو اللي فتح المساحات زاوية التمرير بقت واضحة جدا هنكمل مع بعض طبعا وقفين على خط واحد الارتكاز يعني فيه مساحة كبيرة جدا ايضا فيه تلات او اربع لعبين قفلين زاوية التمرير على ليفندوسكي وده يعني شيء مهم جدا هنشوف ازاي هو هرب منهم بتحركاته الكرة تلعبت كروسباس خفيف صغير كده كابتناني جوا استلم بشكل اكثر من رائع ان هو قدر ان هو يوقف الكرة يعني احنا الصورة اللي قبلها يعني كان واضح جدا لنا ان ما اعتقدش ان هنوصل لهذا المشهد من المساحة الفاضية الواسعة دي ان هو يقدر يستلم ليفندوسكي بالشكل دوت ويوقف الكرة بشكل رائع جدا مرونة في جسمه وتحركاته استلم نصف كولي مهم استلم نصف كولي مهم استلم نصف كولي يعني دايما نتكلم على دوت لكن دايما النقطة اللي انت بتتكلم عليها رغم انه لو المنتخب البلجيكي واضح يعني الموقف تقريبا سبع على اربعة صحيح سبع مدافعين لمنتخب بلجيكا على اربعة من منتخب بولندا ولكن التحركات الوعية السليمة والتايمينغ هو اللي ممكن يخلق يعني يخلق جون من لا شيء من انصف فرص من لا شيء يعني الموقف دا هدي بتتكلم على واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة لعيبة ضد تقريبا اربعة لعيبة من بولندا صحيح انك تخلق فرصة للتهديف امام منتخب كبير زي منتخب البلجيكي بلجيكي طبعا بهذه السلاسة وهذه الممكنية دا شيء رائع وعندهم مدافعين صلب جدا معروف متعارف على المنتخب البلجيكي يعني هو دا اللي احنا منتكلم عليه لافت للانتباه التحرقات وازاي اخلق المساحات الهدف التالت سريعا كان هدف طبعا دي بروين بلجيكي دا هدف رائع جدا هدف بيورينا التحرك والادراك للتحرك يعني هنا نبدأ الكرة الهجمة بدأت يعني تقريبا من بعد نص الملعب خطوات بسيطة جدا اللي معنا في الصورة هنا اللي عادينا نركز عليه هو دي بروين دي بروين كابتن هاني يعني هو فيه يعني محدش يقدر يتوقع ان دي بروين هيروح فين في المشهد اللي احنا هنبص عليه في اللقطة التانية في المتوسكة طبعا دي بروين اللي عليه السيركل الكبير بالضبط هنا هاور هازارد هازارد طبعا نزل استلم الكرة وحنشوف بقى وإحنا بنتحرك دي بروين بيعمليه يعني احنا عايزين نشوف تحركات دي بروين هنا كابتن هاني بص دي بروين بيفتح لسبرينت هو كان فين احنا عايزين نشوف في المشهد الاولاني بيفتح لسبرينت وعينه رايحة على المكان الفاضي اللي فيه المساح عشان يقدر يساعد زميله هازارد هو طبعا اه طبعا انت بيدرب تقريبا 30 متر او 25 متر سبرينت عشان حتى يخلق مساحة لهازارد او لو عنده هو مساحة يقدر يستغل وبسرعيته انه هو ثبت الثلاث مندافعين او طبعا نص الملعب لمنتخب طبعا بولندا وبدأ انه هو يفتح المساحة ويساعد طبعا هازارد فيه الهدف الاكثر من راعي احنا عايزين نوصل الرسالة من هنا التحركات التحركات ان انت تبع عندك الوعي شايف سكرينينج بشكل كبير جدا ازاي تاخد المساحة ازاي تفتح زوايا للتمرير وتحركات واعية وليست تحركات عشوائية وخلاص شوفنا رابعا الهدف تلعبت التحركات والتحركات كابتن هاني فيها شوية زي ما قلنا نتكلم على كريم بن زيمة الفنت اللي بيعملوه بجسمهم والتحرك ولغة الجسد حتى في الكرة موجودة طبعا لغة الجسد انه هو ازاي يخدع المدافعين بتحركات وانه يقدر انه خد المساحة خد المساحة وهازارد ظهر بشكل اكتر من رائع مع المنتخب البلجيكي من تاني بنتكلم من هي شكلها كونتر اتاك لكن من لاشي قدر تحرك دي بروين واستلام هازارد للكرة وخلق مساحة مبينن لخطوط للمنتخب البولندي انه الناس شايفة ان الهدف سهل لكن ليه تحركات وليه تاكتك مختلف خالص يمكن علي بنشوفه بكورة مصرية صحيح يعني كان عندنا اتنين تاكتك مشهورين جدا او يعني ظهروا بشكل رائع جدا في الدوريات الاوروبية الكبرى لهذا الموسم وايضا في دوري الامم الاوروبية زي ما كلمنا على الترانزيشن كابتن هاني وازاي الضغط بولد اخطاء من الخصم وزعم الترانزيشن بشكل سريع جدا شفناه في الدوريات الكبرى وايضا في دوري الامم الاوروبية زي ما كنا نتكلم على التحركات من غير كرة وازاي بتتعامل بادراك وعي لكل خطة بتتعبت الجزء الثاني معنا النهاردة هو كيميش انا كنت لسه اسألك واقولك طبعا محمد صلاح بشرفنا وبيحصل على جازة افضل لعب في البريمير الليجي السنادي كمان كيميش على مستوى البوندزليجا افضل لعب في البوندزليجا ايه اللي بيميز كيميش خلاه يتفوج على ليفاندبوسكي مثلا هو هدى في الدوري الالماني واحسن لعب في الدوري الالماني لكن الناس راحت والنقاد واللعبين راحوا لكيميش كيميش لعب خطوص طبعا في البداية اليوم مبروك محمد صلاح دايما مشرفنا احنا كيميش الاكتر ما يميز كيميش كيميش دايما underrated كيميش بيلعب كارتكاز او مصنف كارتكاز ولكن في الحقيقة هو لعب عنده كل الشمولية في كرة القدم لعب بيقدر كابتنان يساعد في بناء الكرة في البلد أب بيساعد في تدوير الكرة ساعد من الخلف للأمام في نقل الكرة اللعب يعمل وسط يعني شمولي يعني متكامل يعني هو ده المثال احنا عايزين نتكلم عليه ازاي تلعب خط وسط كستة او حتى كتمانية وازاي ان انت تقدر تعمل كل اللي بيعمله كيميش وده ساعد كيميش طبعا عنده تلات اهداف و 11 أسست هذا الموسم بـ 80 كي باصس تمريرات مفتاحية 80 يعني ده معدل 3 في كل مباراة 3 تمرير مفتاحية بيودي لعب على المرمى بشكل كبير جدا ده حاجة اكثر من رائعة وإحنا دايما بنربط ونشوف المثالية في الأداء احنا عندنا مشكلة في القرى المصرية عملية الرابط اللي انت بتتكلم عليه او الكيميش بيوم عليها انك الرابط ما بين خط الظاهر وخط الهجوم دايما عندنا مشكلة ومش لازم يكون البلي ميكور انت بتتكلم على كيميش مش بلي ميكور في مولر ممكن يعمل الشغلانة ديت لكن في جوندجان لكن كيميش اللي هو ستة يقدر يربط يعمل اكتر من ستين كرة مفتاح او كي باص للمهاجمين فده شيء اكتر من رائع اكتر شيء من رائع وعمل 11 أسست لهذا الموسم يعني 11 أسست بتلات أهداف و11 أسست 80 تمريرات مفتاحية يعني 3 بوينت وين بمعدل برجيم بالمباراة عايزين نبص على كيميش بيعمل ايه تاكتيكيا كيميش يا كابتن هاني في المثال يعني اخذنا يعني 15 مثال شفناهم لكيميش هذا الموسم شبه بعض بشك كبير جدا اقصر ما يميز كيميش هو يعني مثلا المثال ده كابتن هاني الكرة جايله طبعا من المدافعين هنا ايه اللي حصل يعني احنا بص وشه كان للمدافعين اه طبعا هو ده ده كيميش يعني احنا ده كيميش ايه اه نتكلم ده كيميش ده كيميش ايه اللي حصل كابتن هاني كيميش تبص كورة غير ده اللغة الجسد اللي نتكلم عليه غير جسده مع سكانينج بشكل سريع جدا للملعب كله ده بوان باص ماوقفش الكورة كيميش اكثر ما يميزه انهما بيوقفش الكورة الكورة بتجيله محضر نفسه محضر نفسه كويس شايف في فهمتو ساكن بيقدر انه يكشف ملعب ورمى الكورة على طول طبعا ده كان جمال موزيالة وخد الكورة موزيالة برضو العيب مويز جدا بالزبط ده شكل تاني برضو كيميش هنا معانا في نص الملعب بيبدأ في ده كيميش تاني بيساعد طبعا في عملية التحضير او بيبدأ الهاجمة من الخلف نفس الكلام هنا يعني معانا ثاني ومعانا طبعا جمال موزيالة بص بيشور له كابتن من خلف المدافعين هو قادر انه يوصل الكورة بشكل ممتاز يعني من وراء الخطوط يعني بيشبه دي بروين في بعض الاوقات ولكن ده لعب ستة زي ما نتكلم انه يقدر يعمل كل ما يعني التمريرات المفتاحية بالشكل دوت عندنا امثلة كتيرة جدا لكيميش هنقدر نبص عليها بورينا عظمة كيميش وليه هو التاخد كمان كمان على مستوى على مستوى ان الرقم ستة يفوز بأفضل لعب في البوندزليجا ده كمان جديد ولكن يبقى كيميش لعيب مميز جدا جدا زي ما انت مميز كمان محمد شكرا حضرتك يعني دايما بتمتعنا ونشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لحضرتك الشكر واصل لحضرتك دي نهاية حلقتنا النهاردة الخميس ان شاء الله لقاء جديد يوم الاتنين ويوم جديد وحلقة جديدة من المحترف